اتياق الأبرار إلى لقائي وإني إلى لقائهم أشد شوقا عملنا تجربة عملية مع الشيخ الدكتور عبد العزيز النعيمي نازل هو للمقبرة لمدة عشرين دقيقة يا ترى كيف يكون حال قلبك لو كنت في المقبرة لمدة عشرين دقيقة من الأمور التي ترقق القلب زيارة المرضى وحضور الجنازات فكيف بمن يعيش حقيقة الموت ويتسربل به إن أكبر عظى هي أن تعيش الموت حقيقة لا خيالا وتزهد في الدنيا وتقبل على الآخرة وترجو رحمة ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كنت بشكل حيان جديد ترجمة نعمة بالربي لما طلعت من القبر أو الشي جاء على بالك هش شو علاقتي مع ربي مع أهلي مع ناسي مع أولادي وأهم شي معه شو عملت ماذا سوف أغير يمكن هذه التجربة تخيلني عيد ليس ذكرياتي لكن كيف رأت بحياتي سبحان الله يمكن دقائق بسيطة لكن كيف أثرت وسوف أدؤثر في حياتي نموذج بسيط نحن كثير نخاف من الموت لكن الموت هو جزء جزء بسيط من بداية رحلة الآخرة وكثير من الناس تخاف من هذا الموت لكن نعتبر أن هذا الموت جزء اللي نعتبر وجزء لنحيا وجزء لنرد ونعطي جميل ونعتبر الآن بجسد وروح الله أعطاني فرصة ثانية بجسدي وروحي أرجع مرة ثانية وأعمل وأزرع وأحصد وأعطي إلى آخر لحظة حتى تكون جاهز يا ربي قمتي الملائكة تقسني بروح بدون جسد والآن عندي روح وعندي جسد عندي الكثير بإذن الله سوف أغير يمكن تكون دقائق يمكن تكون أيام ويمتكون سنوات لكتنوات اللح سوف أغير أعطي أعطي شكرا للمشاهدة